موسيقى وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية يواقع اتفاق ايتي تنويل مع سازيرتي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا في بلادنا وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة تطلق استراتيجية تطوير الصناعة الوطنية في افق الفين وثلاثين تحت الرعاية السامية لسيدة الاولى وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة تطلق ملتقى الغرفة الاسلامية الاقليمية طابت اوقاتكم مشاهدين ومستمعين عبر الفم اهلا بكم الى مسائية الموريتانية مرحبا العالية مرحبا احمد مرحبا بكم مشاهدين الكرام قبل ان ندخل في تفاصيل المسائية نتابع وإياكم مجازن اهم الانباء مع ناجح مرحبا ناجح مرحبا العالية ومرحبا احمد ومرحبا ايضا بكم مشاهدين العزاء كما نرحب ايضا بزميلتنا في لغة الاشتراع التي سترافقنا في هذا المنجز اسماء منتع الثمان استقبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيدنا سخنا اليوم في الواشط بعثة من ادارة الامم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام برئاسته نائب مدير قسم المساعدة الانتخابية سيد سيمون بيرناني تيلوميو تم خلال اللقاء بحث سبولي وآلية التعاون بين بلادنا وهذه الهيئة الاممية خاصة فيما يتعلق بالمساعدة الانتخابية والمشاركة السياسية للمرأ في وفوق الاستحقاقات التي ستشهدها البلاد في الاشهر المقبلة جعل اللقاء بحضور الامين العام للجمعية الوطنية السيد عبدالله والصالح سيد عبدالله والصالح اجتبع مؤتمر الرواساء بجمعية الوطنية اليوم تحت رئاسة سيدنا سخنا النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية مثلا الحكومة في هذا الاجتماع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد والسويدان وطلع مؤتمر الرواساء خلال الاجتماع على مشروع القانوني الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي المعروض من طرف الحكومة وقد قرر مؤتمر الروساء حالة مشروع القانوني المذكور إلى لجنة العلاقات الخارجية بهدف الدراسة المعمقة في شأن البرلماني دائما خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة سيد محمد عبد الرحمن الطلبة رئيسي اللجنة لعرض ومناقشة ميزانية فوضية الأمن الغذائي في مشروع قانوني المالية الأصل لسنة 2023 وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمتهم فوضة الأمن الغذائي سيدة فاطمة منت خطري استعرضت فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومزالة صرفها عقد وزير الداخلية والمركزية السيد محمد أحمد المحمد أمين اليوم بمقرر الوزارتي في الواقشوت جلسة عملي مع الأمين العام لمجلس وزارة الداخلية العربة الدكتور محمد بن علي كومان الذي يزور بلادنا حاليا تناول اللقاء الذي جرى بحضور الأمين العام للوزارتي بحث علاقات التعاون القائمة بين بلادنا وموسلة في قطاع الداخلية والمركزية والأمانة العامة للمجلس وسبل تعزيزها خدمة للعمل العربي المشترك ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة ويمارس المجلس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق هدافه بما في ذلك رسم السياسة العامة التي من شأنها تطور العمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنبيد هذه السياسة وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعة الانتاجية سيد عثمان محمد كان اليوم في نواشط اتفاقيتين مع سفيرتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في بلادنا تستهدف الاتفاقية الولايات التي وقعها الوزير مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا دعم جهود موريتانيا في مواجهة الفيضانات والشفاف ودعم مسار تحضير الانتخابات المقبلة ومساعدة لجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما تستهدف اتفاقية التمويل الثانية موقعة مع سفيرة فرنسا تعزيز فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية وتفعيل أدواته للإسلام في الخطط الوطنية للاستجابة لمتطلبات عدم الأمن الغذائي وفي كلمة نهو بالمناسبة ثمن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية مستوى التعاون بين بلادنا ودولتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وما تقدمانه من دعم لأرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري سيد محمد العبدين والمعييف ورضيره السنغالي سيد علي النظوي اليوم في الواقشوز جلسة عمل انضمت أعضاء الوفد السنغالي المرافق ونظراءهم من الموريتانيين وبهذه المناسبة أبرز وزير الصيد والاقتصاد الصيد في كلمة له عمق وتنوع العلاقات بين موريتانيا والسنغال التي شملت مجالات عديدة خلال السنوات الأخيرة كما عقدت الأجنة الفنية الموريتانية السنغالية المشتركة لمتابعة اتفاقية الصيد بين البلدين اجتماعا بهدف دراسة السبل الكفيلة بتنشيط عملها أطلقت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة اليوم في الواقشوز الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في وفق 2030 ولدى إشرافه على انطلاقة هذه الاستراتيجية وضح وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط البلاي أن بلادنا تتوفر على العديد من مقومات تطوير صناعة وطنية منافسة ومستديمة ومندمجة في الاقتصاد الوطني وضفنا الموارد الطبيعية المتنوعة كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والموارد الرعوية والمعادن والمحروقات وطاقة المتجددة بالإضافة للموقع الجغرافي المتميز وتحسن في البنى التحتية والاستقرار السياسي كل هذه العوامل تشجع على نبو قطاع صناعي فعال تم اليوم موافر أكشوت تحت الرعاية السامية لسيدة الأولى مريم فاضل الدار انطلاق أعمال الملتقى الإقليمي الثاني للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في إفريقيا تحت شعار التمويل متناهي الصغر في إفريقيا فرص واعدة ونموذج مبتكر بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي وطفولة والإسراء وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وتم على هامش هذا الملتقى توقيع اتفاقيتين بين بلادنا والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لتنفيذ مسار مؤسسات التمويل متناهي الصغر في موريتانيا وتطوير مبادرة الوقف الأخضر في البلاد بإشراك المجموعات الهشة وتعزيز التمويل الاجتماعي والأمن الغذائي وبهذه المناسبة أوضحت وزيرة العمل الاجتماعي وطفولة والإسراء صفية من تنتهى أن اختيار موريتانيا من طرف الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة يعتبر محادة تقدير من طرف الحكومة وشهادة في نفس الوقت لنجاعة مناخ الأعمال في بلادنا ونضج القطاع الخاص بشكل عام ياتوا الموجزة شكرا لكم مشاهدين العزاء وأيضا شكرا لزميلتنا التي رفقتنا في لغة الإشارة اسماء أثمان وعودة إلى الزميلين أحمد والعالية شكرا لناجح وشكرا لياسماء أثمان التي نقلت الموجزة بلغة الإشارة شاهدين ندخل في تفاصيل المسائية بعد قليل أهلا بكم مشاهدين الكرام استقبل النايبو الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيد سيدنا سخنا اليوم جين وكشوطة بعضة من إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام برئاسة نائب مدير قسم المساعدة الانتخابية سيد سيمون بير ناني تيلامو تم خلال اللقاء بحث سبل وآليات التعاون بين بلادنا وهذه الهيئة الأممية خاصة فيما يتعلق بالمساعدة الانتخابية والمشاركة السياسية للمرأة في أفق الاستحقاقات التي ستشهدها البلاد في الأشهر المقبلة جرى اللقاء بحضور الأمين العام للجمعية الوطنية سيد عبدالله والصالح اجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم تحت رئاسة السيد سيدنا السحنة نائب الأول للرئيس الجمعية الوطنية مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد والسويدات وطلع مؤتمر الرؤساء خلال الاجتماع على مشروع القانون الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الافريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي المعروض من طرف الحكومة وقد قرر مؤتمر الرؤساء حالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة العلاقات الخارجية بهدف الدراسة المعمقة في الشأن البرلماني دائما خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع على عقدته اليوم برئاسة سيد محمد عبد الرحمن الطلبة رئيسي اللجنة لعرض مناقشة ميزانية مفوضة الأمن الغذائي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته مفوضة الأمن الغذائي سيدة فاطمة بن تخطري استعرضت فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها عقد وزير الداخلية والمركزية السيد محمد أحمد والمحمد لمين اليوم بمقر الوزارة في نواق شوط جلسة عمل مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب دكتور محمد بن علي كومان الذي يزور بلادنا حاليا تناول اللقاء الذي جرى بحضور الأمن العام للوزارة بحث علاقات التعاون القائم بين بلادنا ممثلة في قطاع الداخلية والمركزية والأمانة العامة للمجلس والسبل الكفيلة بتعزيز خدمة للعمل العربي المشترك يهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة ويمارس المجلس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أهدافه بما في ذلك رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي أقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة وقع وزير الشهر الاقتصادية وترقية القطاعات الانترجية اليوم في الموشوط اتفاقيتين مع سافرتين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في بلادنا تستهدف الاتفاقيتان دعم جهود بلادنا في مواجهة الفيضانات والجفاف وتعزيز فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقي تغطية الأسر الفقرة والضعيفة في إطار تفعيل التعاون القائم بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا بحضور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السنغال وكالة على التعديل رقم 12 لاتفاق المساعدة بينهما بتاريخ السادس السبتمبر 2016 ويبلغ هذا التمويل الممنوح اليوم 3.750.000 دولار أمريكي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد عثمان ممودوكان أبرز أن هذا التمويل يهدف إلى دعم تزير الفيضانات والجفاف التي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى دعم مسار تحضر الانتخابات القادمة ومساعدة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشكر الوزير باسم الحكومة الموريتانية الحكومة الأمريكية على هذا الدعم الذي سيسهم في إرساء قواعد التنمية الاجتماعية في موريتانيا أما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا فقد القد كلمة بينت فيها متانة العلاقات التي تربط بلادها مع موريتانيا موضحة أن مبلغ هذه الاتفاقية موجه لدعم أهداف التنمية في موريتانيا واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إنه لمن دعوي صروري أن نكون هنا اليوم ونحن نوقع هذه الوثيقة التي تؤكد استثمار الولايات المتحدة مبلغ إطافي قدر 3.75 مليون دولار لدعم أهداف التنمية في موريتانيا وسيتم تخصيص 3.5 مليون دولار من هذه المبلغ لقطع الزرعاء في موريتانيا مع تركيز على السوق والقضايا العمن القردائي والإنتاج وبلدوفة إلى ذلك سيتم زيادة 250 ألف دولار للالتزامنا السابق البالغ 1.5 مليون دولار لدعم العملية الانتخابية في موريتانيا بشكل أكبر خيث ستساعد هذه الأموال في تقوية ودعم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وستزيد من مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة كما احتضنت القاعة كذلك حبل توقيع اتفاقية من طرف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية والسفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا هذه المنحة مخصصة لتمويل مشروع دعم الآلية الوطنية للحماية الاجتماعية التكييفية في موريتانيا وتبلغ 10 مليون يورو وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد عظمام مومدو كان ألقى كلمة شكرة في الحكومة الفرنسية على تقديم هذه المنحة وما ستوفره من تدليل للصعاب أمام العراقيل المطروحة في مجال تعطية حاجيات الأسر الفقيرة مبرزا عن الهدف الشامل لهذا المشروع الذي يتضمن اهتمامات رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني ودعم فعالية حماية النظام الاجتماعي وتوسيع تعطية الأسر الهشة بما ذلك اللاجئين من تذيرات مداخلهم ونمطع عيش غذائهم كما سيمكن عشرات الألاف من الأسر الفقيرة من الاستفادة على كامل التراب الوطني من جانبه السفير الفرنسي في بلادنا سعادة السيد أليكساندر غارسيا بيّن أهمية هذه المنحة التي تدخل في إطار تطوير وتنوع التعاون بين بلاده وموريتانيا ستمكن من رفع المستوى المعيشي للساكنة الهشة في كل مناطق البلاد كما ستمكن من تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة في إطار التعامل بين دول إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية لصالح البلدان الإفريقية يعقوب النصوفي الموريتانية ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري ونظيره السنغالي اليوم في نواكشوط جلسة عمل لنقاش أوجه التعاون القائم بين بلادنا وجمهورية سنغال في مجال الصيد والاقتصاد البحري كما عقدت لجنة الفنية الموريتانية السنغالية المشتركة لمتابعة اتفاقية الصيد بين البلدين اجتماعا بهدف دراسة السبل الكفيلة بتنشيط عملها تعزيزا للشراكة والتعاون بين بلادنا وجمهورية سنغال في مجال الصيد البحري ينعقد هذا الاجتماع حول البوتوكول موقع في 25 فبراير 2001 في نواكشوط بين البلدين في مجال الصيد والاستزراع المائية والذي تم تقييم تنفيذهم أخرا من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد العابدين المعيف أكد أن هذه الزيارة ستسهم مما لا شك فيه في تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين موريتانيا والسنغال وأضاف الوزير أن موريتانيا والسنغال يتمتعان بعلاقات وثيقة ومتنوعة تجمل المجالات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الصيد والزراع المائية وذلك من أجل تخفيف وطأة العقبات التي تواجه أسماك السطح الصغيرة والتي تهدد مستقبلها ودورها الاجتماعية والاقتصادية في شبه المنطقة لذلك يضيف الوزير اعتمدت بلادنا خطة تهدف إلى ضمان استدامة الموارد بالتسيير المعقلن والإمكانيات التي يمنحها مخزون أسماك السطح الصغيرة وفقا لتعليمات اللجنة الإقليمية والمنظمات الإقليمية للصيد بدوره أعرب وزير الصيد والاقتصاد البحري بابا سانيانباي عن أن العلاقات بين بلاده وموريتانيا تتعزز يوما بعد يوم مؤكدا أن توقيع اتفاقية وبروتوكول الثنائية بين البلدين الشقيقين من خلال الهيئات الإقليمية والشبه الإقليمية التي يجتمع فيها الخبراء السنويا في سبيل إدارة مستدامة لمصائد الأسماك سيمكن من تعزز جهود الحكومات والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف وشهدت المباحثات بين الوفدين الموريتاني والسنغالية في مجال الصيد اجتماعا لممثل اتحاديات الصيادين في البلدين تطرق إلى مجمل القضايا المشتركة في مجال الصيد البحرية والسبو لتعززها والنهوض بها مستقبلا أطلقت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة اليوم في المخشوط الاستراتيجية الوطنية للتصنيع لأفق 2030 تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير الصناعة الوطنية ودعم منافستها المستديمة والمندمجة بالاقتصاد الوطني مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصنيع هو عبارة عن رؤية استراتيجية على المدى الطويل فيما يتعلق بالتصنيع وما يتطلبه من ترقية وتنافسية واستدامة المندمجة في الاقتصاد الوطني هو تهدف الاستراتيجية إلى القيام بعديد الإصلاحات كتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والتنظمي للصناعة وترقية التكوين الخاص بالصناعة والتحسين من مناخ الأعمال وتعزيز وتقوية البنية التحتية لدعم الصناعة نوفر بلادنا على العديد من المقومات التي تجعلها تطلع إلى تطوير صناعة وطنية منافسة ومستديمة ومندمجة في الاقتصاد الوطني في الموارد الطبيعية المتنوعة مثل التنمية الحيوانية والصيد والزراعة والموارد الرعوية والمعادن والمحروقات والطاقات المتجددة والموقع الجغرافي المتميز والتحسن في البنى التحتية بالإضافة إلى الاستقرار السياسي كلها عوامل تشجع على نمو قطاع صناعي فعال ينضاف إلى ذلك ما تليه السلطات العليا في البلد من عناية خاصة لتطوير القطاعات الإنتاجية حيث وجه فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني الحكومة بالعمل على تطوير الصناعات التحويلية وخاصة في المجالات التي تتمتع فيها بلادنا بمميزات تنافسية كالمجالات المذكورة عنفة أيها السادة وسيدات ما زال نمو القطاع الصناعي ضعيفا ومشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد متواضعة لأننا ما زلنا نصدر الجزء الأكبر من متجاتنا خاما دون أدنى درجة من التحويل مما يترتب عليه فوات مكاسب كبيرة بالنسبة لاقتصاد الوطني ولوضع حد لهذه الوضعية ومن أجل النهوض بالقطاع الصناعي وتنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية تعمل الحكومة على وضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار تندرج الدراسة المتعلقة بإعداد استراتيجية صناعية للبلاد في أفق 2030 موضع هذا اللقاء ومن جانبه بيّن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030 تسهل وتوجه مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في إقامة مشاريع اقتصادية هامة إن إشراككم للقطاع الخاص ممثلا بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ومنذ بداية إعداد هذه الاستراتيجية ليجسدوا بحق الرؤية والتوجه العام للسلطات العمومية في البلد وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني والمثل في الدعم المتواصل للقطاع الخاص وإشراكه في رسم وتنفيذ ومتابعة السياسات ذات الصلة إن رؤيتنا التي نعمل على تجسيدها في الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين هي جعل القطاع الخاص الوطني شريكا فعالا ورافعة حقيقية للنماء في موريتانيا ولقد أكدنا في مناسبات عديدة خلال اللقاءات التي خصنا بها فخامة رئيس الجمهورية التزامنا بالتعاطي الفاعد والمواكبة المخلصة لجهود السلطات العمومية المقدرة في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية بناديكت بريسي أوضحت من جانبها أن وضع استراتيجية صناعية لدولة ما مسألة في غاية أهمية فهي ستكون عامل دفع وتحفيز لإنشاء المشاريع الصناعية وما تخلفه من فرص للعمل وقيمة مضافة وكان مدير الصناعة بوزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة ألقى كلمة في مستهل الحفل الخطابي ضمنها الرؤية الشمولية للإستراتيجية وأبعادها الاستشرافية انطلقت اليوم تحت الرعاية السامية لسيدة الأولى أعمال متقى الغرفة الإسلامية الإقليمية تحت عنوان التمويل متناهي الصغر في إفريقيا فرص واعدة ونموذج مبتكر يتف الملتقى إلى استعراض نموذج الغرفة الإسلامية المستدامة لتشجيع محاكاة الاستفادة من أهدافه التنموية تحت رعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه يحقد ملتقى الغرفة الإسلامية الإقليمية تحت عنوان التمويل متناهي الصغر في إفريقيا فرص واعدة ونموذج مبتكر المنظم من طرف الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وأكاديمية الغرفة الإسلامية للتدريب إضافة لمتدى البركة للاقتصاد الإسلامي لتعزيز مفهوم التمويل متناهي الصغر وبلورات أهميته في النهوض بالنمو الاقتصادي إن قبول السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه الرعاية الرسمية لهذا الملتقى لإقليم الهام يجسد بوضوح اهتمامها مشكور بالعمل الاجتماعي ليس في بلادنا وحسب ولكن أيضاً في شبه المنطقة وخاصةً في دول الساحل الخمس فلها منا كل الشكر والتقدير كما أن اختيار بلادنا من طرف الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لتنظيم الدورة الثانية من ملتقاها الإقليمي تحت الشعار التمويل متناهي الصغر في إفريقيا فرص واعدة ونموذج مفتكر يعتبر محل تقدير منطرفنا كحكومة وشهادةً في نفس الوقت لنجاعة مناخ الأعمال في بلادنا ونضج قطاعنا الخاص بشكل عام وبهذه المناسبة نقدم للشكر للغرفة الموليتانية للتجارة والصناعة والزراعة على حسن تعاونها استهل الملتقى بعرض فيلم قصير حول غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموليتانية وما قدمت من خدمات اقتصادية بغرض التخفيف من وطأة الفقر وخفض معدلات البطالة لقد بدلت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموليتانية في الماضي جهوداً جباراً لتوفير الدعم والمساعدة لقطاع الخاص الوطني ولضمان استماريها المسعى تم رسم خطة الخمسية في بداية المامورية الحالية حدث عشرين هدفاً تبكنا بفضل الله وعونه من إنجاز علمها وانسجام مع برنامج الخامة الرئيس الجمهورية جعلنا موضوعي التشغيل والتكوين في صدارة اهتماماتنا ولأن أكبر عائق يقوم بوجه أصحاب المشارع وحمل التلفكار يتمثل في صعوبة الولوج إلى التمويلات في ظل غيام الضمانات ولتجاوز هذا المعدل فقد تواصلنا مع الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي في الموضوع وحصلنا من طرف وزارة التطاع العام ممثلة في البنك المركزي الموليتاني ووزارة المالية لوضع اللمسات الأخيرة للتراكس صندوق الموليتاني فلهمنا جزيرة الشكر والامتنان الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تسعى هي وشركاؤها من خلال هذا الملتقى إلى دعم مشاركة الفئات الهشة في الأنشطة الاقتصادية عبر حصولهم على طريق تمويل مبتكر ومسير للرفع من مستوى معيشتهم منذ انطلقت الغرفة الإسلامية في برامجها التنفيذية تحت شعار تمكين القطاع الخاص ونحن نركز على هذه المشروعات التنفيذية المختلفة فالقطاع الخاص على مستوى العالم هو المولد الأول للوظائف وهو المحرك الرئيس لرؤوس الأعمال وهو المانح الأول لمختلف المشروعات الخيرية والاجتماعية توج الملتقى بتوقيع اتفاقيتين ثلاثية الأطراف الأولى عن مبادرة الوقف الأخضر أما الثانية فعن إنشاء مؤسسات التمويل متناهي صغر وذلك بين الغرفة الإسلامية ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق مناخ اقتصادي مستديم لا شك أن عقد هذا الملتقى وأيضا استضافة موريتانيا للدورة القادمة لمجلس مزراء خارجية الدول العضاء في موارض التعاون الإسلامي خلال الشهور القادمة يعتبر إنجازات هامة تضاف إلى سجيل موريتانيا الناصع في دعم العمل الإسلامي المشترك ودعمها لتضامن الإسلامي وود أن أنتهز هذه الفرصة باسم الأمانة العامة والتعاون الإسلامي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعاري السيدة الأولى للجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتورة مريم محمد مده على رعايتها الكريمة لهذا الحدث المهم ملتقا تشاوري متعدد الأطراف ينتظر أن تسهم مخرجاته في الرفع من مستوى معيشة الفئات الهشة وجعل التمويل متناهي صغري محط اهتمام القادة وصناع القرار إلى شبل البلاد حيث ثمن المتقاعدون في ولاية داخل تنوذيبو الزيادات التي استفاد منها العمال بصفة عامة والمتقاعدون بصفة خاصة وأكد المتقاعدون أن هذه اللفتة تركت أفرا طيبا لنبوس الجميع مطالبين بمزيد من العناية بهذه الفئة من المواطنين الاتحاد الوطني لمتقاعد موريتانيا فرع نوذيبو يؤكد عبر منتسبيه مدى الأثر الفعال والطيب الذي تركه الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية سيد محمد ولي شيخ العزواني إبان الاستقلال في نفس كل متقاعد بالبلاد إن شاء الله شاكرين الرئيس الزيادات العدلة للأمال شاكرين لإستغلال 22 نوفامر المولي ومهنين ونحن أو المرترتين شاكرين لذاك العدلة لنا الزيادات اللي طعنا 100% شاكرين رئيس الجمهورية على هذا المبور لذلك اللي عدلنا ما كانوا معلوم بنا نحن دول المرترتين من الجمهورية على الله أخيرا عطانا لذلك الزيادة لما إن شاء الله زادتنا بياشر ونختيروا التملام مولي طارح لنا الباليين الساونة على كل حال فقدنا قدمنا ذلك لقدمنا الموريتان ومعنا ما بين عنا قدمنا الأكثر وليكثر قدمنا استشاروا ولا ينطرحنا الأتبار رأينا هنا وقطعنا مولي للأمان ما قدمنا سابقه المتقعدون بن وذيبو طالبوا بضرورة دمج هذه الفئة من المجتمع في الحياة النشطة كي تساهم في نهضة البلاد الحالية كما ساهمت بالأمس في مراحل التأسيس لقناة الموريتانية عبدالله الزبير وذيبو إلى شرق البلاد حيث منظم المرصد الوطني للدفاع عن حقوق المرأة والفتاة حملة تحسيسية حول حقوق المرأة في ولاية الحوض الغربي وبهذه المناسبة عقد المرصد لقاء موسعا مع سلطات الإدارية والأمنية والمتخبين المحليين بيّن فيه أهداف هذه الحملة ومقاصدها شكلت مقاطعة تمشكة المحطة الأخيرة من جولة التفقد والتحسيس التي قامت بها بعثة المرصد الموريتاني للدفاع عن حقوق المرأة والفتاة في ولاية الحوض الغربي بقيادة رئيسة المرصد سيدة مهل بن تحمد للطالبن وقد شملت هذه الجولة مقاطعات الولاء الخمس وفي كل المقاطعات عقدت البعث لقاء موسعا مع السلطات الإدارية والأمنية والمتخبين المحليين وممثلي هئات المجتمع المدني والأيمة والوجهة وسط حضور نسائي معتبر اللقاءات شكلت فرصة لرئيسة المرصد استعرضت فيها أهداف ومهام هذه الهيئة التي تسعى حسب قولها إلى الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة وتقديم الدعم والمساندة لها وحماية حقوقها والمطالبة بتمكينها في كل الميدين عبر تقديم الاستشارات والطلبات التي تصب في صالح تمكين المرأة للحكومة من خلال هذه الهيئة المختصة وقد مكنت هذه الجولة البعثة من الاطلاع على وضعية المرأة الاقتصادية والاجتماعية في شتى مقاطعات الولاية هذه فرصة لي أنقول بها أني لاحظت أن المرأة في الريف في الوسط الريفي والمرأة المعاقة تحديدا أيضا أنها في ظروف صعبة رغم كل الجهود اللي معدل الحكومة مزادة من نواقص هي طالبة من الحكومة أنها تعرف له شيء وطالبة من المجتمع المدني أن يساعدها وضعية التعليم رغم كل الجهود ورغم كل التمويلات والموارد اللي اندارت فيها مزال فهم غياب المدرسين غياب الأساتذ حتى أني لاحظت في بعض المناطق يقولون أنهم من الله يعدلوا البكالوريا وأساتذة الرياضيات وأساتذة العلوم ما هم حاضرين وهم السنة الماضية ما نشوف بك والطافلات بعضهم يعاني طبعا مسألة النقل ولاحظت في بعض المقاطعات مثلا مقاطعة طويل ومقاطعة أخرى أكثريت السكان نساء أكثريت القاطنين نساء التسرب المدرسي ظاهرة أمتين الفتيات سربوا من المدرسة بعضهم الظروف الاجتماعية ولبعضهم للأسف يتأثر بهذه ظاهرة التزواج المبكر اللي يشجعها للمجتمع ويخليهم يسربوا من المدرسة للمتوقع أن تشمل جونة هذه البعثة العديدة من الولايات الداخلية خلال الأسابيع المقبلة الحسن تبقى بقناة الموريتانية مقاطعة تمشكت من شامل البلاد لجنوبها حيث أشرف الأمين العام لوزارة البترولي والمعادن والطاقر فقط الوالي المساعد لولاية ترزا أمس على تدشين مشروع كهربة عدد من القرى بولاية الترزا كما شملت هذه تدشينات مشروع كهربة بلدية أوليغات بمقاطعة وادناغا سكان بلدية أوليغات في مقاطعة وادناغا قدموا من مختلف المناطق لحضور هذه المناسبة السعيدة أدتي تمثل الكثير بالنسبة لهم يتعلق الأمر بتدشين مشروع كهربة القرية وهو مشروع يدخل في صميم اهتمامات الرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ غزواني الهادفة إلى نفاذ جميع السكان إلى خدمة الكهرباء تنفيلا ببرنامج تعهدات وهو ما جسدته وزارة البترول والمعادن والطاقة بتدشين هذا المشروع الذي يترجم إرادة الدولة في تحقيق حلم السكان في الولوج إلى خدمة الكهرباء عبر الشركة الميتانية للكهرباء التي أنجزته بكلفة مالية تزيد على 23 مليون أوقية جديدة على نفقة الدولة كما تمت كهربة خمس قرى في مقاطعتي وادناغا وبوتلميل بغلاف مالي وصل إلى 35 مليون أوقية جديدة يندرج هذا المشروع ضمن برنامج الطموح قامت الحكومة بتصميمه بغية تعميم الولوج إلى الخدمات القاعدية والذي يهدف بالنسبة إلى مكومنته المتعلقة بالطاقة للوصول إلى النفال الشامل الكهرباء لجميع السكان في أفق سنة 2040 وفق برنامج تعهداتي لفخمة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الذي يولي اهتماما خاصا للخدمات الكهربائية لما لها من عكاسات إيجابية مباشرة على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى تقدم وازدهار البلد بشكل عام وقد مثل هذا الحدث فرصة ذمنت فيها عمدة بلدية وليقات هذا الإنجاز الذي سيخلق العديد من فرص العمل خاصة بنسبة للشباب كما سيحسن من الظروف المعيشية للسكان وفي مقاطعتين تيكان وركيز أشرف العمل العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة لفقة الوالي المساعد لولاة ترازا على تجهين مشروع تزويد إحدى عصرة قرية بخدمة الكهرباء وهو مشروع مكن من إنارة ثمان قرى في مقاطعة تيكان كما استفادت من هذا المشروع الذي كلف خزينة الدولة ما يربع على 47 مليون أوقية شديدة قرى التشطيات تبوك الرباط التابعة لمقاطعة تيكان وقد ثمن عمة البلديات المستفيدة من هذا المشروع هذا الإنجاز الحضرية والتنموي الذي يأتي استجابة لتطلعات المواطنين فيما نوه سكان القرى المستفيدة بأهمية هذه المشاريع لما لها من أبعاد اقتصادية وتنموية على حياتهم شاكل الرئيس الجمهورية على إنجازات وخاصة إنجاز كهرباء فاوليجيقات كان حلم عند البلدية كاملة وتأمل عليه ياسر كانت تأمل ياسر طالب به وجاكلين عليه رأني نذمن هذا الضبو الجهون له ولجقات ونشكر بالقائمين عليه واللي كانت ينارى مفصول فيها عندنا لاليات وفي الجدارات وعندنا الحالة كانت لالي مفصول فيها مذمنين هذا الجهود الجبارة مناسبة تدشين هذه الطاقة حيوية بالنسبة للمواطنين وشاكلين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الغزواني على هذا إنجاز النير اللي ما يقتحد يكون يشكروا عليه ما يقتحد يكون يشكروا عليه هي السبع قريات جبروا الضبوا اليوم ما شاء الله بايت وظال وهذا كان حلم عندنا وراه اليوم يتحقق عندنا من فخامة الرئيس جمهورية محمد الغزواني ونشكره على هذا الإنجاز الكبير اللي ما كان معقول عندنا عنه لا هي خلقوا يقد يخلق بدل هي إذن خطوة للدفع بعجلة التنمية نحو الأفضل كما سيكون لهذه الخطوة الأثر البالغ في الرفع من المستوى المعيشي للسكان عبر توفير خدمة الكهرباء الذي يعد عاملا أساسيا للنشاط الاقتصادي لقناة الموريتانية محمد الياتمة بلدية أوليغات هنا في نواقشو تنظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اليوم فعاليات مشروع وقاية وحماية المراهقين من زواج الأطفال يدفو هذا المشروع إلى توفير الرعاية والدعم القانوني والنفسي لألف الفتيات وتجهيزهن بالمهارات لتطوير قدراتهن خلق فرص عمل لهن من أجل منع ظاهرة الزواج القاسري والمبكر والتعامل معه نظرا لما ينتج عنه من تأثيرات على الصحة الجسدية والنفسية والتعليمية يأتي إطلاق مشروع الذنكال وقاية وحماية المراهقين من زواج الأطفال في موريتانيا في ولايتي جماغة والحوض الشرقي يشكل تعزيز وحماية حقوق الطفل محورا أساسيا من برنامج فقامة رئيسي الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزوان وتسعى الحكومة الموريتانية إلى تحقيقه زواج الأطفال هو زواج بين طفل دون سن الثامنة عشرة وشخص بالق أو طفل آخر لورحظا خفاض كبير في اتشار هذا النوع من الزواج حول العالم إلا أن تطبيقه على أرض الواقع لا زال منتشرا ويدخل المشروع في إطار الشراكة بين بلادنا والوكادة الأمريكية للتنوية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يشاركوني أن أكون معكم اليوم للإطلاق الرسمي لبرنامج دينكال التعبير للوكادة الأمريكية التنمية الدولية وهي مبادرة بشراقة مع اليونسف والحكومة الموريتانية لمنع الزواج القصري والربقر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بلادنا السيد مارك لوسيا تحدث عن الأذر السلبي الكبير الذي يخلفه زواج الأطفال على صحة الفتيات أحد أبرز الأسباب التصرب المدرسي للفتيات كما يقلل من قدرتهن على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأسرهن ومجتمعاتهن كما يساهم في استمرار مخاطر العنف المؤسس على النوع وفي الأخير تابع الحضور فيلم قصيرا يتحدث عن ظاهرة الزواج المبكري وعواقب هذه الظاهرة الضارة بالأطفال نظامت جامعة الموشوط صباح اليوم عبر المركز الجامعي للتشغيل والتكوين بالتعاون مع وكالة تشغيل يوما مفتوحا حول أنجع السبل لولوج الخريجين إلى سوق العمل تميزتها بتظاهرة بحضور رئيس جامعة الموشوط وعدد من الخبراء وممثل الهياة الدولية العاملة في بلادنا من أجل وضع استراتيجية جديدة للتشغيل تستفيد من تنويع الاقتصاد وتؤهل الشباب وتعزز من قابليته للتوظيف يأتي تنظيم هذا اليوم المفتوح من قبل المركز الجامعي للتشغيل والتكوين بجامعة واكشور بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل بحضور العديد من الأساتذة الباحثين والطلاب وممثلي شركاء بلادنا في التنمية سعيا من جامعة واكشور الإسهام في توفير فرص عمل لطلابها فقد تم إنشاء المركز الجامعي للتكوين والتشغيل في شهر ديجمبر 2021 من أجل تسهيل التنسيق بين خريجي الجامعة وطلابها الذين هم على عتبة التخرج وبين المؤسسات المعنية بالتشغيل وتم فتحه أمام دفعات من خريجي الجامعة لتلقي تكوينات تمكنهم من الاندماج في وسطهم الاجتماعي والاقتصادي وقد كون هذا المركز خلال العام الجامعي المصالم 517 فردا من الذين تخرجوا أو أشرفوا على نهاية مشوارهم الدراسي يوم سمح باستعراض المكان التي يحتلها التشغيل بالاستراتيجية الوطنية داخل الوسط التعليمي استراتيجية سنت تنفيذها لمؤسسة وطنية تعرف بوكالة التشغيل وكما تعلمون فإن تحسين قابلية التشغيل بغية تمكين الباحثين عن العمل خاصة منهم الشباب من الولوجي السلسي لفرص التشغيل تشكل أولوية في برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغازواني وفي هذا الإطار تم توفير منح مالية لمدة ستة أشهر لصالح خريج التعليم العالي والمهني 2019-2021 لدعمهم في مساراتهم نحو التشغيل والدمج هذه الإرادة السياسية ترجمتها أيضا حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود من خلال إطلاق جملة من الإصلاحات الهامة غير المسبقات في مجال التشغيل والتكوين وتعبية الموارد اللازمة لصالح القطاع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة التظاهرة شهدت توقيع اتفاق إطار بين جامعة واكشوت والوكالة الوطنية للتشغيل يحدد إجراءات وطرق دعم ومؤازرة وكالة التشغيل لمختلف البرامج التي تسعى الجامعة إلى تنفيذها لصالح الخريشين أو منهم على عتبة التخرج تختتم التظاهرة بعرضين تناول الأول منهما دور المركز الجامعي للتشغيل والتكوين باعتباره حلقة الوصل بين الجامعة والخريشين والشركة فيما تناول العرض الثاني دور ومهام الوكالة الوطنية للتشغيل في تطبيق البرامج الوطنية الهادفة إلى مكافحة البطالة خاصة في صفو الشباب نظمت مجموعة ودول الخمس بالساحل حفلا بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة لتأسيسها حيث تضمنت هذه الاحتفالية لإعلان عن فوز دولة بوركينافاسو بجائزة النوع للمرة الأولى فيئة النساء فيما تم الاحتفال بجائزة النوع للرجال لعدم الفوز بها وفي هذا السياق أكدت المستشارة المغلبة بالنوع بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة أن هذه الجائزة ستضيف الكثير من التنافس الإيجابي بين الدول الخمسة نعود إلى شمالي البلاد حيث انطلقت من مدينة زورات الحملة الوطنية لتحصين المواشي بولاية تيرزمور تسعى هذه الحملة إلى تلقيح كافة المواشي في المقاطعة الثلاث بالولاية لضمان تحصينها ضد الأمراض المعدية الحملة الوطنية لتحصين المواشي ضد الأمراض المعدية تنطلق رسميا على مستوى ولاية تيرزمور بسوق المواشي بإشراف والي الولاية سيد محمد المختار العبدي رفقة السلطات الإدارية والأمنية بهدف حماية الثروة الحيوانية في الولاية كما تعلمون هذه القطاع اهتم اساسا بترقية تنمية الحيوانية على المستوى الوطني في الإطار هذه الأيام طلقت حملة تحصين المواشي التي تدوم ستة شهر إشرافنا اليوم على أخذ لقاحة مستوى سوق الحيوانات أو المستوى الزوارات كما تفقدنا مختلف مصالح هذه المندوبية وطلعنا على مختلف الخدمات التي تقدم المواطنين سبيلا للتدليل الصعاب التي تواجه وتؤكد المندوبية الجهوية للتنمية الحيوانية أن الحملة ستشمل جميع مناطق الولاية مع مجانيتها بشكل تام إطار الحملة الوطنية لتحصين المواشي 2022-2023 التي انطلقت على المستوى الوطني والتي تتركز على تحصين المواشي سوى المشترات الصغيرة وسوى المشترات الكبيرة عندنا بالنسبة للمشترات الصغيرة فيها مراطع المشترات الصغيرة PPR اللي قدودوا محليا بودمعة وفيها عندنا للحيوانات الكبيرة الباستوريلا وفيما على مستوى الولايات الأخرى اللي ما هي ولاية تيرزمور فيها اللي نقال له PPCB اللي قدودوا محليا بوغليب يغير حنا عندنا خاصية على الدبكر ما هو موجود عندنا وهو اللقاحات الاثنين على المستوى الوطني هذا العام يتميزوا بمجانيتهم بتقديمهم بشكل مجاني لجميع المنمين وخلال إشرافه عن الحملة الدلوال زيارة للمسلختين الرئيسيتين في مدينة الزورات وتعرف من المسؤولين على سير العمل فيهما مصديا التعليمات بالعناية بنوافة وتحسين جودة الخدمة نظرا لعلاقتها الوطيدة بالصحة العامة شاكرين هذه الزيارة شاكرين للحملة شاكرين الدول على اهتمامها بالتنمية والمنمي وهذا نعمل الحملات اللي نحن نبايق من الزمن ما قطن طلعوا هنا وكان السيد الوالي قد اطلع في مباني مندوبية التنمية الحيوانية على الأدوية والمعدات البيطرية المستخدمة في إطار الحملة الوطنية لتحصيل المواشي وتابع من المسؤولين طبيعة تنفيذ العمل لضمان جدوائيته وإسهامه في تحصين الثروة الحيوانية لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة الزوارات ولتسليط ضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم من أو نضيف من مدينة الزوارات المندوبة الجهوية لتنمية الحيوانية في ولاية تيرزمورة سيد سيدي عبدالله وللوافي أهلا بكم سيد المندوب كيف ستنعكس هذه الحملة التي انطلقت اليوم على المردودية الانتاجية لقطاع التنمية الحيوانية في ولاية تيرزمورة الحملة الوطنية تحصيل المواشي 2022-2023 انطلقت على المستوى الوطني يوم واحد الشهر 12 2022 وهي تستمر طيلة ستة أشهر وأعدت الوزارة لها مجموعة كبيرة من الفرق جهزتها بعدد كبير من السيارات ومتحملة كامل تكاليفها وهي عندها مجموعة من اللقاحات المجموعة من الأمراض الحيوانية التي تسبب خسائر خسائر اقتصادية كبيرة هي ما هي من الأمراض المشتركة بين السيارة والحيوانية غير هي تمس المنمي بشكل مباشر بهالي تأثر على دخله بشكل حقيقي لأن هذه الأمراض الذهية بالإضافة لأنها نسبة لصابة فيها كبيرة قد تصل إلى 90% بالنسبة مثلا لطاع المشترات الصغيرة اللي هو مرض فيروسي وتسبب أعداد كبيرة من نفوق الحيوانات وهي أيضا تسبب اللي هو ذا المرض بالإضافة للمجموعة أخرى من الأمراض كيف مثلا الباستوريلا تسبب نسبة كبيرة من الإجهاض نسبة كبيرة من الإجهاض ذاك الإجهاض اللي يؤدي الخسائر كبيرة في المواليد اللي كان متوقع لنها يستفاد منها المنمي وبالتالي خسارة كبيرة في الحليب المتوقع وفي البروتين اللي هو إنتاج اللحم لذلك هي فعلا تعتبر مساعدة قيمة للمنمي الموريتاني وخاصة في ولاية تيرزمور لأن ولاية تيرزمور تعتمد على المشترات الصغيرة والهدف عندنا هذه السنة تلقيح 45 ألف من المشترات الصغيرة لذلك نعتبره على أنها تساهم في مكافحة الفقر وتساهم في المحافظة على الدخل المنمي واستقراره في المكان اللي كان يستوطنوا ولذلك نقيموها أنها فعلا مجانيتها تعتبر إضافة كبيرة لصالح المنمي الموريتاني ما هي الخطط ببرامج التي وضعها القطاع للوصول لهؤلاء المنميين في الأماكن التي ينتجون فيها؟ وزارة التنمية الحيوانية قامت بتجهيز فيرق وزودتهم بسيارات رباعي تدفع وأمنت لهم اللقاحات وعلى مدار هذه ستشهر اللي قلنا لك الفرق مستعدة على أنها حسب خطة معينة تعود تستهدف منطقة تلوى المنطقة من الولاية أنها تبدأ على ذلك الولاية بشكل عام بجميع مقاطعاتها فهذا على أنها توصل لجميع المنميين السيد سيدي عبدالله الوافي المندوب الجهوي لوزارة التنمية الحيوانية في ولاية تير زمور شكرا جزيلا لك حدثنا من مدينة زولات إلى ولاية قرغل حيث أدى والولاية صباح اليوم زيارة تفقد والطلاع للإدارة الجهوية للمعهد التربوي الوطني بالولاية تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على ظروف حفظ وتوزيع الكتب المدرسية التي تسلمها المعهد في إطار القافلة الوطنية لتوزيع الكتاب المدرسي في عموم التراب الوطني الإدارة الجهوية للمعهد التربوي الوطني تستفيد من المرحلة الثانية من دفعات الكتاب المدرسي في إطار رؤية القطاع التهذيب الوطني الرامية إلى توفير الكتاب المدرسي بوصفه حجر الزاوية في إنجاح العملية التربوية وفي هذا السياق تأتي زيارة والي قرغل سيد أحمد للإدارة الجهوية للمعهد التربوي الوطني على مستوى ولاية قرغل لاحظنا على أن هذه السنة بكميات كبيرة جدا يدر تغطي مدارس الولاية والذي نختار نقوله في هذا الإطار على أن رايحة الكتب والمطالعة على أنها هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة وعلى أن شاشات التلفزة والحواسيب على أنها ما هي الوسيلة للمعرفة وبالتالي طالب من جميع الأباء والأمهات يوجهوا أبنائهم شور المطالعة والمعرفة وهذه الكمية التي جاءت هذه السنة كمية كبيرة وأسعارها رمزية نتكلمنا مع القائمين على المعهد نجل على ظروف بيع وتوزيع هذه الكتب تقود بشكل شفاف ويضمن على أنها توصل للمستهدفين عشرات الآلاف من الكتب المدرسية تجمل البرامج والمناهج التربوية للمراحل الابتدائية والإعدادية سيتم توزيعها بأسعار رمزية لصالح التلامذ من مختلف المستويات جاءتنا الدفعة تتمثل في التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي التعليم الأساسي المواد الثانوية كيف نقول التربية الإسلامية والتربية المدنية والتاريخ والشغرافية والعلوم الطبيعية هذه اللقسة من عند سنة الثالثة تعليم أساسي إلى السنة السادة هذه الكمية 21.240 كتاب بالنسبة للتعليم الإعدادي جاءتنا وصلتنا كمية 11.140 كتاب من التعليم الإعدادي فيها جميع المواد رئيس رابطة أباء التلاميذ على مستوى الولاية ذمن جهود القطاع الرامية إلى توفير الكتاب المدرسي منوها بدوره في العملية التربوية وفي إطار هذه الزيارة وقفها والي قرقل السيد أحمد والشدب على سير العملية التربوية في مدرسة التنزاه الابتدائية حيث أكد للطواقم التربوية على ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بالتعليم على مستوى الولاية مؤكداً موضية الدولة في مشروع المدرسة الجمهورية شوق محمد فال لقناة الموريتانية مدينة كهيدي وفي ولاية أدران العالية سنتيك لاحقاً أشرف والي الولاية بمباني الإدارة الجهوية للمعهد التربوية على استلام الدفعة الثانية من الكتاب المدرسي وفي هذا السياق عقد الوالي اجتماعاً مع الطواقم التربوية في الولاية حتى هم خلاله على تسريع توزيع الكتاب المدرسي خاصة في المناطق النائية من الولاية بعد توزيع الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي التي كانت موجهة أساساً للتعليم الابتدائي تصل الدفعة الثانية لمخزن الإدارة الجهوية للمعهد التربوي بأدرار تمهيداً لتوزيعها على أكشاك مقاطعات الولاية بناء على خطة عمل أعدتها السلطات الإدارية بالتعاون مع المنظومة التربوية الجهوية نحن اليوم هون قائمين بزيارة للمعهد التربوي هون على المسواطار مناسبة السلامة كمية جديدة من الكتب تبلغ 40 ألف كتاب فيها مختلف المستويات للسياسية والعدادية وكانت طبعة جيدة جداً بلوان جيدة وكتابة جيدة ونشرف إن شاء الله على توزيعها أيضاً على المدارس قابلنا لخطة توزيع من خلال مكاتب تسيير المدارس هي كعود وصولها شامل وفي الوقت المناسب الدفعة الجديدة من الكتاب المدرسي تشمل بالإضافة إلى كتب المواد الثانوية للمستويات الابتدائية كافة المقررات لجميع المستويات الإعدادية هذه الدفعة جاءت فيها ما يزيد على 20 ألف من كتب التعليم الأساسي المواد الثانوية التربية الإسلامية والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافية والتربية المدنية ما يزيد على 19 ألف من كتب التعليم الإعداد خطة التوزيع الجهوية للكتاب المدرسي ذي الأسعار الرمزية تأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة من أبرزها عامل الفورية في توزيع الكتب على الأكشاك سعيا إلى تكريبها من التلاميذ في المناطق النائية من الولاية عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة أطار في نفس في نفس السياق شرف الولي المساعد الولاية قدم صباح اليوم بمدينة سيد بابي على تسليم أكثر من 40 ألف كتاب مدرسي للمعهد التربوي الجهوي بالولاية تأتي هذه العملية في طريق صال الكتاب المدرسي إلى المؤسسات التربوية في مختلف مناطق البلاد ما يزيد على 41 ألف كتاب مدرسي من مختلف المواد المدرسة في المستويين الأساسي والإعدادي تم تسليمه للمعهد التربوي الوطني بولاية قدماغ مناسبة استدعت حضور السلطات الإدارية والمصالح التربوية على مستوى الولاية نظرا للدور الذي تؤديه هذه الخطوة في اتجاه الإصلاح التعليمي والنهض بالمظومة التعليمية هذه العملية تأتي ضمن مجهودات المعهد التربوي الوطني الرامية التي تفيد الكتاب المدرسي على المستوى الوطني وبخصوص ما تم توزيعه على مستوى ويلاد الدماغ فقد قام المعهد بتوزيع ما يناهز 41 الكتاب المدرسي موزع بين التعليم الثانوي والتعليم الأساسي ويرى القائمون على العملية التربوية ضرورة توفر الكتاب المدرسي بأعداد كافية نظرا للبيئة العلمية التي يشكلها في الوسط التعليمي شكرا وزارة التهديب على توفير الكتاب المدرسي لعادوا انعكاسات إيجابية على التلامي أن المعلمين عادوا عندهم الكتاب المدرسي وهو الوسيلة الديتاية التيكية لذلك من التحضير الجيد وجود المعلومات الموجودة فيه شكرا مع هذا التربوية لذلك الجهود البذل والكتوب ووفروا بنسبة لباس بهم اعتبروا يعتبروا لطة وحاجيات المدينة وبأذن أسعار من اللباس بهم التناول الجميع شكرا إدارة النشر التي تتميز بجودة عالية سواء من حيث الطبعة أو الإخراج وتصميم الكتاب المدرسي الذي عادرك عمره قد أطول من عمر الكتاب المدرسي الذي كان عندنا ولأجل تقريب خدمات المعهد التربوي من المستفيدين فقد افتتحت الإدارة على مستوى الولاية سبعة محلات لتوفير الكتاب المدرسي وبسعر الرمزي محمد الوصطفى فابو الموريتانية مدينة سيلبابي تسلم المعهد التربوي الجهوي في مدينة النعمة دفعة جديدة من الكتب المدرسية مخصصة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية تضم هذه الدفعة ستين ألف كتاب تنضف إلى دفعة سابقة ضمن تطوير العملية التربوية في البلاد شاحنة محملة بالكتب المدرسية تقوم بتبريغ شحنتها داخل مخازن المعهد التربوي الوطني بمدينة النعمة أزيد من ستين ألف كتاب للمرحلتين القاعدية والإعدادية يتم تسلمها في إطار الجهود المبدول لتوفير رفيقي التلميلي داخل البصر الدراسي اليوم شرفنا نحضره لهي تسليم الكتب المدرسية وجاء لعب الوقت مناسب الوقت بداية السنة الدراسية وهي الأمل مهم جدا و كتب هاو قد لا يأون تلاميذ يأون أبا تلاميذ يأون مؤلمين باب الساعة الرمزية دفعة ثانية من الكتب المدرسية تدخل في عودة المعرض التربوي الوطني لتوزيعها لاحقا على 13 كشكا تابع له على المستوى الجهوي بأسعار رمزية هذه الدفعة تتمثل في واحد وحدة 2540 من كتاب الابتدائي تعليم الأساسي والتعليم الاعدادي 29706 كتب جميع 61246 كتاب ان شاء الله لا يتوفز في الولاية على 13 كشك للمغطية جميع المقاطعات والمراكس الإدارية بالولاية وبذلك يبلغ عدد الكتب المدرسي التي تحصلت عليها ولاية الحوض السرقي منذ بداية العام الدراسي أزيد من 120 ألف كتاب تتوزع على المرحلتين الابتدائية والثانوية الفاغ واللي الشيباني قناة الموريتانية مدينة النعمة إلى ولاية البراكنا حيث وطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني صباح اليوم في مدينة ألاق ورشة تحسيسية صالح الشباب والفاعلين في المجتمع تهدف هذه الورشة إلى تدارس طبيعة شكاوى وتظلمات المستفيدين من مشروع قابلية دعم التشغيل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بعد إطلاقها لمشروع دعم قابلية التشغيل والدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وزارة التشغيل والتكوين المهني تبحث مع السلطات الإدارية والمجتمع المدني في ألاق الآليات الكفيلة لتفادي الشكاوي والتظلمات المحتملة قبل تنفيذ المشروع يأتي هذا اللقاء المفتوح ضمن ورشة تحسيسية تضم عددا من شباب ولاية البراكنا المشروع يهتم بتكوين أربع تلاف شاب على مستوى الولاية تكويناً فنياً يخوّل لهم إيجاد شغل ولهم مكونة أخرى مكلفة بتمويل المشاريع السقيرة المدرات الداخل لنصف المجموعة المستهدفة بالتعاون مع الوكالة الوطنية المكلفة بترقية الصناديق الشعبية للإدخار والقرق يستهدف هذا المشروع الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة الذين لا يزاولون عملاً ولا تكويناً فنياً وينتظر أن يشمل كذلك أعداداً معتبرة من شباب الولاية ويقلص من البطالة في صفوف الشباب هذا المشروع ينقل له مشروع قابلة التشغيل هو تمويل من الدولة الموريتانية وكذلك من دعم مادي ملي من البنك الإفريقي للتنمية إلى أن جينا اليوم في قطار هذه الورشة تحسيس أولاً الهدف هو أن نقبل جميع ما يلزم هذا اللي ينقل له الشكاوي والتظلمات سابق يبدأ تنفيذ هذا المشروع ويطمح قطاع التشغيل والتكوين المهني إلى أن يشمل هذا المشروع الممول من طرف الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية أربعة آلاف شعب عبر التكوين الفني وتمويل المشاريع المدرات للدخل عبدالدود السيدنا الموريتانية مدينة ألاك وفي ولاية العصابة نظم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين أمس في مدينة كيفة ظهرة أدبية بمناسبة تخليد اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار اللغة العربية لغة إبداع وهوية بحضور عدد من الأدباء والمهتمين بالمجال الثقافي شهدت هذه الأمسية عدة مداخلات بينت أهمية الاحتفال بيوم اللغة العربية العالمي شهدت بأهمية اللغة العربية باعتبارها يحدى أهم اللغة العالمية شهدت بأهم شهدت بأهمية اللغة العربيةigs treقافية وإكت Mu pentiu شهدت بأهمية اللغة العربية تُسَل رؤيس فرع الاتحاد الاتحاد أو التحاد التحيات وحادي الأدباء والكتاب الموريتانيين في العصابة أبرزان اللغة العربية إحدى أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية باعتبارها لغة الحضارة العربية الإسلامية ولغة العلوم والمعرفة والأداب ونحن إذا نحتفي بهذا اليوم نؤكد على مسألتين مهمتين أولا هما أننا إذا نحتفي باللغة العربية لا ندعو إلى إلغاء اللغات الأخرى وإنما نريد أن نتمسك بلغتنا ونريد أن نشجع أيضا الجيل الجديد والأجيال القادمة على الاهتمام باللغات الأخرى لأن اللغة العربية لم تنغلق على نفسها يوما بل غلت مفتحة والدليل على ذلك أن الإسلام الذي جاء باللغة العربية القرآن الذي جاء باللغة العربية عبر القارات كلها واستطاع أن يصل إلى كل ذي لسان في مكانه ولم يؤثر ذلك على مكانة اللغة العربية نعود إلى وليئة تيرسامور حيث اختتمت الليلة البارحة في دار الشباب بمدينة زويلات فعالية ليالي تيرسا للفنون الجميلة المنظمة من طرف جمعية الإشراق لبناء الوطن بالشراكة مع المندوبية الجهوية لثقافة والشباب والرياضة وبلدية زويلات ومبادرة كن إيجابي تميزت سهرة الهتمية بتقديم شهادات تقدير وتكريمات للمساهمين في إنجاح تلاهرة الثقافية كما شهدت السهرة تقديم وصلة فنية ومديحية وحروض مسرحية وفقنات أخرى متنوعة في الشمال دائما ولكن هذه المرة إلى ولاية داخلت نواديبو أيضا اختتمت دار الجدار الفنون الجميلة ورشة التكوين التي نظمتها في مجال الفن التشكيلي لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف الفنان التشكيلي دالي وقد دامت هذه الورشة أكثر من عشرين يوما نظم خلالها أو نظم خلالها معرض للفن التشكيلي وفي نهاية الورشة تلقى المستهدفون هدايا تشجيعية من طرف الجهات المنظمة تشجيعا لهم على الوقت والشهد المبدول في سبيل الاستفادة من الورشة طيلة مشوار التكوين تشجيعا لهم على الورشة ومن خلالها ومن خلالها ومتسب الجمعية وقد تضمن الحفل كلمة لرئيستي الجمعية سيدة شيبوبة بنت عبد الرحمن أكدت فيها أن تأسيس هذه الجمعية يأتي في إطار خدمة الأيتام وتقديم العون لهم داعيتنا الجميع إلى الإسهام في تحقيق أهداف الجمعية النشرة انتهت إلى العناوين وزير الشهور الاقتصادية وترقية القطاعات الانتجي وقع اتفاقيتين تمويل مع سافيرتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في بلادنا وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقريدية والسياحة تطلق استراتيجية تطوير الصناعة الوطنية في أفوق 2030 تحت الرعاية السامية لسيدة الأولى وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تطلق ملتقى للغرفة الإسلامية الإقليمية نهاية النشرة للقاء شكرا لكم فقد تقرر ابتداء من فاتح يونائل أولا زيادة المعاشي الأساس بنسبة مئة في المئة لجميع المتقاعدين ثانيا مضاعفة معاشي أرامي للمتقاعدين واستفادتهن من التأمين الصحي ثالثا صرف معاشات التقاعد شهرية رابعا تعميم علاوة الطبشور لتشمل كل مدير المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية وصرفها على مدى 12 شهرا بدلا من 9 أشهر فقط خامسا مضاعفة علاوة البعد سادسا زيادة علاوة التأطير بالنسبة لمفتش التعليم الأساسي والثانوي والفني بمبلغ عشرة آلاف أوقي قديم فقد قررنا اعتبارا من فاتح يوناير 2023 زيادة الرواتب بمبلغ قدره 20 ألف أوقي قديمة لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين وهي تمثل لأربعين في المئة منهم زيادة بأكثر من 20% دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف أوقية قديمة رفع الحد الأدناء للأجور بالنسبة 50% زيادة لإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر